يقول مقولة الله ما شفناه وبالعقل عرفناه يعني هذه مقولة لها معنى صحيح أن الناس لم يروا الله عز وجل لكنهم عرفوا بالأدلة من الشرع ومن العقل ومن الفطرة ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد جل وعلا فهذا هو المقصود يعني نحن لم نرى الله عز وجل لكننا عرفناه بالأدلة وعرفناه بالبراهين الكثيرة ومن هذه البراهين البراهين العقلية فالإنسان خرج إلى هذه الدنيا لم يخلق نفسه لو خلق نفسه اختار وجه غير هذا الوجه وعينين غير هاتي العينين وأنف غير هذا الأم لم يخلق نفسه طيب من الذي خلقه ينظر من حوله يرى بشرة مثله لم يخلقوا أنفسه كيف يخلقون غيرهم يرى جمادات وأشجار وأحجار إذا لا بد أن يكون هناك خالق له ولهذا الكون ولا بد لهذا الخالق أن يخبر عن نفسه يقول أنا الذي خلقتكم هل في أحد غير الله تعالى قال أنا الخالق أبدا ما قالا خالق إلا الله تعالى سبحانه هذا يعني من ضمن الأدلة العقلية وفي كل شيء كل شيء له آية تدل على وحدانيته جل وعلا وألوهيته سبحانه العجم يعني من بعض الناس الذي يقولون يعني أننا لم نرى الله عز وجل ويقعون في الإلحاد طيب روحك التي بين جنبك روحك التي بين جنبك ها رأيتها طيب لماذا تؤمن بها وأنت ما رأيتها أنت تؤمن بأن لك روح بين جنبك وأنت لم ترها عرفتها بالأثار طيب أثار الله عز وجل في هذا الكون في كل شيء في كل شيء أثار وآية تدل على وحدانيته جل وعلا وربوبيته وألوهيته جل وعلا فهذه المقولة لها معنى صحيح بيهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوه